الأهوة مفيدة للألب جدا الأهوة ده أنا بسميها كحول الأسجية يعني الأهوة كحول الأسجية وكنت بتغزل فيها يقول لي أنت بتتغزل فيها كأنك واحدة بتحبها هنا فوايد جمة هنا بنتكلم بقى على فوايد الأهوة للقلب سواء باللب القلب وغير القلب سواء باللبن أو سادة نقول بقى الحاجات بتاعتها والأحسن تبقى من غير لبن والأحسن من غير سكر طبعا الأهوة السادة وخاصة اللي هي بدون سكر وبدون لبن دي بتبقى مفيدة للقلب وتمنع تصلب الشرائين أيضا مفيدة للكبد الدهني دي عملها الناس أخصيين الكبد قالوا الحاجة الوحيدة اللي ثبتت أنها بتقلل دهون الكبد هي القهوة فهي تمنع تصلب الشرائين وتساعد في الحفاظ على رتم القلب على عكس الناس ما يفهمها لغاية 3 فنجان في اليوم ده كويسين جدا 20 و30 مش أكتر من أربع معالق وبالذات اللي عنده الضغط عالي الناس يقول لي يا دكتر أنا الضغط عالي خلاص إركن أنت على جامع عندي حموضة خلاص احنا بنتكلم عن الناس اللي ما عندهش حموضة اللي ما عندهمش الضغط العالي اللي مش كل شوية البوم بيرفرف مع أنها بتعملش لكن هو عنده بقى خلاص يقول له دي بتزود كهربة القلب لا القهوة بتزودش كهربة القلب القهوة حسب توصيات انتعرف حضرتك السؤال ما بقاش كتا دلوقتي يعني أنا كان زمان يقولولي القهوة مفيدة ولا لا ده بينصحوا بيها يعني حركة material guidelines قهوة بقى بينصحوا بيها القهوة شاي قهوة الخضرة ولا القهوة العادية بكل أنواعها بمشارب كل أنواع قربت القهوة الخضرة دي أنا لا يمكن الشاي الأخضر لكن القهوة أنا بحب القهوة العادية كل ده في الأسئلة كل ده في الأسئلة والشاي مفيد الشاي مفيد جدا هم الاتنين دولة بيتنافسوا بس لوحدهم بقى مجرد لها بس القهوة أقوى لكن الاتنين مكتوبين في جامعات العلب الأمريكية في التوصيات للوقاية من أمراض القلب طيب لو بيتكبوا بيوصوا بيهم إيه لو الضافت لي يعني بيجيلي العين أقول له إيه شراب قهوة طيب لو الضافت لو الضافت اللبن يقلل من يقلل شوية من التأثير الإيجابي لكن ما بينهيهوش خالص بس بالنسبة للشاي بقى فيه ضغطة تانية ما إنفعش أحبس بالشاي ونقعد على تربيست الصفرة لأن كده هيجيلي أنيميا لذلك الشاي اللي بتحبس بيه وانت لسه قعد ده لا أجله شاي خليه نص ساعة بعد الأكل يعني ده الحاجة الوحيدة اللي ضد الشاي الحاجة التانية برضه على معدة فاضية يعني ماينفعش الشاي والأهوة على معدة فاضية وخاصة لو فيه سيجارة ودي أنا كتبتها مرة سيجارة على الريق حفتة لو بلبن آه سيجارة على الريق زي فنجان أهوة ده ممكن يبقى أزمع البي ماينفعش سيجارة مع فنجان أهوة على الريق يستحسن تكون مع الفطار أو مع الأكل يعني فعلا هي برضه بتعمل شوية حموضة في المعدة فيفضل لأن هي ما تبقاش على معدة فاضية والشاي يفضل لأنه بعد اللي أكل بنص ساعة لقال عشان بينزل الحديد فممكن يعمل أنيميا ناس كتير من اللي بيجولي أقول له يقول لي يا دكتور ده الولد ده بيشرب ست مرات شاي في اليوم أعماله ألاقي لمجلوبين تسعة أقول له أشرب مفيش مشكلة بس إباده شوية بحيث يكون الحديد تم امتصاصه يعني شرب الشاي ملوش عدد زي القهوة آه لا ممكن لغاية خمسة ستة في اليوم برضو الشاي أخاف نسبة الشاي في أخاف آه طبعا يعني القهوة ممكن تكون مثلا من ثلاثة لخمسة التركيز بتاعها قد كوبات الشاي قبل ما نجل